نرحب بضيفنا من رمالة خليل شهين الكاتب والباحث السياسي اهلا بحضرتك معنا سيد خليل يعني بداية الدفة الغربية الى اين تتجه برأيك يعني سيما وان مراسلنا حاليا يفيدنا بان جيش الاحتلال قام بقصف منزل بصواريخ محمولة على الاكتاف ويحاصر اخر في مخيم نور شمس وسط اشتباكات تمتد تقريبا اليوم الثاني ما يحدث في مخيم نور شمس ربما يكون بروفا لما يمكن ان تشده مناطق اخرى يعني في الضفة الغربية وخاصة ان ما يحدث ليس فقط مطاردة كما تدعي اسرائيل لمجموعة من المقاومين الفلسطينيين المتحصنين داخل المخيم بل هو يبتد ليشمل تدمير بناء تحتية شهدنا يوم امس عمليات تفجير لمحلات تجارية ومنشآت في داخل المخيم اضافة الى تدمير البناء التحتية المحيطة بالمخيم بمعنى انه يجري تحويل منطقة المخيم الى منطقة لا تتوفر فيها المقاومات الحياة بحدها الادنى يعني ضربات ليس فقط للمقاومين بل كذلك محاولة الاضرار بالمجتمع الفلسطيني وبالمعنى الاقتصادي وبالمعنى الاجتماعي وعدم توفير اي شبكات للمواصلات للمياه للكهرباء وغير ذلك هذا الامر شاهدناه يعني في مناطق اخرى في الضفة الغربية في معيث مخيم جينين وكذلك يعني جزئيا في مخيمات نابلس ولكن نشهده على نطاق غير مسبوك الآن يعني في مخيم نور الشمس وهذا الامر يشير لان هذا الامر قابل لتمدد ايضا ليشمل مناطق اخرى ربما يعني في منطقة طول كرم بشكل خاص أي وعني بذلك مخيم طول كرم الغير البعيد عن مخيم نور شمس ولماذا تفعل اسرائيل ذلك؟ من الواضح أن الخطة الرئيسية لا تزال هي محاولة تدمير وانهاء ما تعتبره اسرائيل أعشاش دبابير موجودة في المخيمات ودفع سكانها إلى مغادراتها وتعتقد اسرائيل وبعض الأطراف الأوساط الأكثر تطرفا أنه في ظلم يجري من عمليات قتل وإبادة وتدمير وتهجير يعني داخلي على الأقل حتى الآن في قطاع غزة بمئات الألاف من يمكن أن ينتبه على سبيل 12 إلى 15 ألف يعني مواطن فلسطيني يسكنون في مخيمات صغيرة إن جرى تهجيرهم إلى خارج المخيمات هذا نسبية نحن شهدنا بعض الأمثلة على ذلك على سبيل المثال في مخيم جنين عندما جرى تدمير البناء التحتية وتدمير منازل على أطراف المخيم مما أدى إلى خروج هذه العائلات والبحث عن استئجار شقق وأماكن لإوائها خارج المخيم ولكن سيد خليل أيضا حتى الآن في تول كارم فقط لدينا خمسة شهداء تقريبا في 24 ساعة يعني ويمكن حتى العدد مرشح للزيادة ألا تخشى إسرائيل من هبة الضفة الغربية برأيك؟ يعني ربما يكون كما ذكرت عدد الشهداء أكبر يعني هناك حديث عن سبع شهداء بينهم يعني الضفل الذي شهدنا تقريرا عنه قبل قليل على شاشتكم ولكن هل تخشى إسرائيل اتساع نطاق المواجهة؟ يعني أنا برأيي أنها هي التي تنشط ذلك أنا هي تقوم بكل ما يمكن من أجل الحفاظ على منسوب من التوتر يعني نتنياهو عموما يسعى إلى استمرار يعني منسوب من الاشتباكات والمواجهات في كل مكان يعني من حرب في قطاع غزة في الضفة الغربية تصعيد يعني مقبل خلال هذا الأسبوع فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى المبارك وربما يكون غدا محطة مهمة لأن بن كبير يسعى إلى طرح مشروع قرار قانون في الكنيسة مشروع قانون على الحكومة من أجل تمريره وهو يتضمن ما يسميه المساوامة بين اليهود والمسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وهذا من شأنه أن يفجر الأوضاع لكن إسرائيل عمليا تعتقد بأن استمرارها في النمط الحالي من حرب الاستنزاف الشاملة للفلسطينيين في الضفة الغربية يضع في قدرتهم على مواجهة السياسات الإسرائيلية وبالتالي أيضا من الجهة المقابلة يجعل نتنياهو يواصل الإدعاء باستمرار أن إسرائيل في حالة حرب وأنه يتعرض إلى خطر وجودي من جبهات متعددة وبالتالي عليها أن يواصل الحرب وهو بالمناسبة يحصل على جوائز وخاصة من ولاية المتحدة وحتى رب فعل مثير للسخرية من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أربع مستوطنين وعلى كيانين مثل زعيم لهابة وليس لهابة كلها وعندما نتحدث عن جمع تبرعات 140 ألف لأحد المستوطنين و31 ألف دولار لمستوطن آخر تتعامل ولاية المتحدة عن عشرات وربما مئات الملايين من الدولارات التي تنمول المنظومة الاستيطانية برمتها من خلال مؤسسات وجمعيات تعمل في الولايات المتحدة نفسها وتحول الأموال لإسرائيل بل أن هذه المجمعات الدائمة للحركة الصغرينية ومشروعة البسطينة في الولايات المتحدة تمد نشاطها إلى ما يسمى الآن في الولايات المتحدة من بعض الأطراف النواب المرتزقة أي أعضاء الكونغرس الذين تمول حملاتهم الانتخابية من خلال المجموعات واللبيات الصهيونية لضمان بقاهم في المؤسسة التشريعية الأولى في الولايات المتحدة وبالتالي ضمان استمرار اتخاذ قرارات بدعم إسرائيل بالمعنى السياسي وبالمعنى العسكري على ذكرك يا سيد خليل للولايات المتحدة الآن في الصحف الأمريكية فيما يتعلق بفلسطين هناك ربما اهتمام بشيئين يعني الشيء الأول هو أن حركة حماس باتت الآن تبحث لها عن مكان جديد كمقر للمكتب السياسي لها والشيء الآخر هو أن اجتياح رفح تم الاتفاق عليه أو تم إقناع الأمريكان به من جانب الاحتلال بداية هل تبعت ذلك بالتأكيد صحيح؟ يعني بالتأكيد أن نتنياهو خلال الفترة الأخيرة كان يلعب على حافة الهاوية يعني في كل شيء وخاصة عندما تهب إلى التصعيد ضد إيران من خلال قصف القنصرية الإيرانية يعني في دمشق وبذلك يعني ورغم أن إسرائيل في مازق إلا أن نتنياهو بالمعنى الشخصي استطاع أن يحقق إنجازات في إطار علاقته مع الولايات المتحدة أولا أن يخفف التوتر القائم مع إدارة بايدون وثانيا أن يحظى بدعم لجزء من سياساته منها أن الولايات المتحدة باتت تحمل حركة حماس مسؤولية تعطيل المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل أصره وهذا أمر ملفت لأنه يعني أن بلينكين في تصريحاته يوم أمس المتعلقة بحركة حماس عمل يمكن أنه يطلق رصاصة الرحمة على الجهود الدبلوناسية المبدولة لتوصل إلى وقف إطلاق النار وهذا الأمر يريده نتنياهو الآن بالآخر ومتعلق كما أشرت أنت إلى قضية اجتياح رفح من الواضح أن الولايات المتحدة وخاصة بعد اللقاء الافتراضي الأخير بين المسؤولين في مجلسي الأمن القومي في الولايات المتحدة وفي إسرائيل بخصوص رفح أن الولايات المتحدة باتت أقرب للموافقة على الأفكار والخطط التي تطرحها إسرائيل فيما يتعلق بالاجتياح البري لرفح خاصة أن هناك من يتحدث أنه بدلا من إجلاء كل اللازحين من رفح يمكن الاستعادة عن ذلك برقعة الشطرانج أي تقسيم رفح إلى مربعات تقوم إسرائيل بالعمل بمربع وتهجير سكانه إلى مربع آخر تنتقل إلى مربع آخر وبالتالي هذه اللعبة الدموية ستؤدي خلافا لما يعتقد إلى مزيد من الكوارث والمجازر في رفح طيب وفيما يتعلق بأن حركة حماس تبحث لها عن مكان يكون مقرا لها جديد للمكتب السياسي يعني ربما هذا الأمر ليس جديد بالمناسبة سبقا سمعنا تقارير بين فترة وأخرى حتى ما قبل السابع من أكتوبر تقول بأن حركة حماس تبحث عن مكان أو منطقة مكان إيواء أنا لست من الذين يعتقدون بذلك لأن هذا الأمر أولا لا تزال قطر تتمسك بموقفها ودافعت عنه الذي يقول بأن قيادة حركة حماس موجودة في الدوحة باتفاق مع الولايات المتحدة وأن قطر تلعب في ذلك دور مهم والولايات المتحدة كانت قد أكدت في تصريحات خلال يومين الماضيين بأنها لا تزال تعتقد بأن قطر تقوم بدور مهم فيما يتعلق بالوساطة وأنها حريصة على استمرار هذا الدور من ناحية الولايات المتحدة على الأقل ثانيا هناك العديد من الدول حتى لو كنا نحن أمام وضع التضطر في حركة حماس الانتقال إلى مكان ما أعتقد أن هناك العديد من الأماكن نحن نتحدث عن حركة موجودة جزء من محور وهذا المحور منتشر في العديد من بلدان في منطقة الشرق الأوسط ولذلك ليست هنا المشكلة المكان الأساسي الذي يمكن لحركة حماس أن تكون فاعلة فيه هي أماكن وجود الفلسطيني ومنطقة الوجود الفلسطيني ومركزها الآن هو الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو في الضقفة يعني الغربية والقيادة الرئيسية لحركة حماس الفاعلة في الميدان موجودة أيضا في الأراضي الفلسطينية إذن لماذا تواجه السيد هانية على رأس وفد ليس بالصغير إلى تركيا برأيك الولايات المتحدة سعت خلال الفترة الماضية في ضوء التحولات التي شهدناها يعني بافتضاح دورها المنحاز لصالح إسرائيل في إطار الجهود المبدولة لتوصل وقف إطلاق النار باتت تبحث عن مخارج أخرى للضغط على حركة حماس الولايات المتحدة حاولت أن تمثل دور الوسيط إلى جانب قطر ومصر في هذه المفاوضات لكن عمليا كما اتضح بأن الولايات المتحدة كانت تقدم أفكار سواء في إطار باريس الأول ثم إطار باريس الثاني ثم ما تلاه من بعض المقترحات كلها كانت تقترب أكثر فأكثر من الموقف الإسرائيلي في المفاوضات بمعنى أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة أو أن مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية كان يذهب إلى القاهرة ليفاجئ الوفد الإسرائيلي بمقترحات جديدة يعني على الأرجح أن هذا الأمر يتم تنسيقه في الاتصالات المتواصلة ما بين المساد على الأقل ورئيسه وما بين المخابرات المركزية الأمريكية ولذلك تم اللجوء كما قيل حتى من الأوساط التركية بأن الدور الجديد الذي تلعبه تركيا جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة ذاتها من أجل ممارسة المزيد من الضغط على حركة حماس وبالمناسبة هذا أيضا جاء استجابة لموقف إسرائيلي ضمني مضمر لأن إسرائيل شنت حمل على قطر واتهمتها بأنها تدعم حركة حماس في المفاوضات وخارج المفاوضات وبالتالي هذا الأمر كان محاولة الانتقال للبحث عن أدوار جديدة إقليمية لأطرافها جديدة ومن ضمنها تركيا إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا الأمر في الضغط على حركة حماس أنا أعتقد أن المسألة الأساسية لا تزال هي ما ينتج عن دينامية الحرب المتواصلة في قطاع غزة وخاصة أن إسرائيل ماضي على الأرجح في توصيح حربها تثبيت الحزام الأمني في فصل قطاع غزة بالشمال عن الجنوب والانتقال إلى عملية جديدة في رفاح أي أننا لسنا أمام مؤشرات توحي بأننا قريبين موقف إطلاق نار في قطاع غزة بل رمما اتساع نطاق الحرب واتساع نطاق التوتر كما تحدثنا قبل قليل في الضفة الغربية إذن أنت حتى تتوقع تصعيداً في قطاع غزة سيد خليل تتوقع اقتحاماً لرفاح طيب لو كان الأمر هكذا وبحسبة أسوأ السيناريوهات لو دخل جيش الاحتلال رفاح بحثاً عن كتائب حركة حماس الأربعة التي يزعم أنها ما زالت موجودة في رفاح ما هو مستقبل حركة حماس في قطاع غزة السياسي برأيك؟ يعني أولاً مستقبلها العسكري هو كما نشهده الآن في شمال قطاع غزة وفي منطقة وسط قطاع غزة لأن الجيش الإسرائيلي دعا بأنه أنهى معمته منذ فترة طويلة في مدينة غزة وشمال غزة ومن ثم في الوسط وكذلك في خانية ثم عاداً يقصف بيت حنون بالمناسبة التي دمر 90% منها حتى الآن بمعنى أن قدرة الفصائل الفلسطينية على التكييف مع الأوضاع الجديدة ليس كما كانت في السابق ولكن قدرتها على الاستمرار حالاً من الاشتباك العسكري أعتقد أنها سوف تبقى قائمة وخاصة أنها ستبقى القدس عسكرياً ستبقى سيد خليل إذن ولكن سياسياً برأيك؟ سياسياً يقول الإسرائيليون أنفسهم بأن حركة حماس تقوم بالعمل بشكل فوري بطريقة مثيرة بالمناسبة لملأ الفراغ التي تتركه القوات الإسرائيلية في كل منطقة تنسحب منها وأنا أعتقد أن هذا الأمر شاهدناه حتى في محاولة لتحدي منظومة السيطرة والتحكم التي تحاول إسرائيل فرضها في قطاع غزة من خلال العمل بشكل معلن في قطاع غزة من قبل حركة حماس وخاصة من مؤسساتها المؤسسات المدنية التابعة لها وقد رأينا ذلك من خلال عمل جهاز الشرطة بشكل أساسي في محاولة تأمين المساعدات التي تصل إلى شمال قطاع غزة محاولة العمل مرة أخرى من خارج مقار الشرطة التي تم تدميرها وفي كثير من الأحيان هم يعملون بزي الشرطة وفي سيارات الشرطة بمعنى ذلك أن حركة حماس تازة لتقود معركة من أجل إبقاء سيطرتها على قطاع غزة وتقديم الخدمات للمواطنين هذا الأمر حله هو بأن يعود الفلسطينيون للمربع الحوار مرة أخرى للعمل من أجل بناء الإدارة مشتركة تابعة لمنظمة التحرير أو تتلقى توجهاتها من منظمة التحرير في قطاع غزة هذا ممكن إذا ما كانت هناك إرادة لدى الفلسطينيين لأن لا يتركوا قطاع غزة مستباح وأن يفكر الآخرين نيابة عنهم في اليوم التالي وخيفية إدارة قطاع غزة الفلسطينيون قادرون إن توفرت الإرادة من أجل البحث في كيفية بناء نظام سياسي موحد بما في ذلك بناء إدارة فلسطينية لقطاع غزة متوافق عليها طيب تعلم كذلك سيد خليل أن اليوم هو المئة والسابع والتسعون لهذه الحرب على قطاع غزة تعلم أن هذه الحرب بالتأكيد ستنتهي يوما ما لحظة ما لا حرب تدوم مدى الحياة والآن الحديث عن ترتيبات اليوم التالي لهذه الحرب تعلم كحددك أيضا أن هذه الترتيبات سيكون فيها رأي ربما استشاري للإقليم كذلك ربما رأي الأمريكان الأوروبيين وهكذا للدول المانحة حتى لإعادة الإعمار وهذه نقطة مهمة يعني طيب في ضوء كل ما سبقت ما هو مستقبل حمس السياسي داخل غزة يعني نبدأ في النهاية أعتقد أن حركتها حمس تدرك الآن بأنها لا تستطيع أن تدير قطاع غزة بشكل ملفرد كما كان عليه الحال ما قبل السابع يعني من أكتوبر كل ما ذكرت وأنت من تطورات إضافة لكارثة الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة تطلب إدارة فلسطينية مشتركة تكون حركة حماس جزء منها وهنا عندما أتحدث عن حركة حماس جزء منها أتحدث عن جانبين الجانب الأول هو يتعلق بالجانب المدني بمعنى الجهاز الحكومي الذي سوف يدير قطاع غزة ويواصل تقديم خدمات للمواطنين وهي أيضا يعمل من أجل يعادة إعمار قطاع غزة أو غزة تحتاج إلى عادة منها وليس إعادة إعمار الآن ولذلك أعتقد أن في الجانب المدني هناك متسع لمشاركة حركة حماس وخاصة أنه لا يمكن تجاهل الجهاز الحكومي الإداري الموجود في قطاع غزة بمعنى الكوادر الحكومية والموظفين وكبار الموظفين الموجودين وهم مدنيين وليسوا عسكريين الجانب الآخر هو الجانب المتعلق بالجناح العسكري لحركة حماس وكذلك لبقية الفصائل وهناك أفكار عديدة كانت قد بحثت سابقا في الحوارات التي قادتها القاهرة لتحقيق مصالحة فلسطينية من نوع تشكيل جيش وطني تكون فصائل الأجنحة المسلحة جزء من هذا الجيش الوطني وقد سمعنا تصريحات بالمناسبة من بعض قادة حركة حماس في فترات سابقة أشارت إلى استعداد حركة حماس أن تستجلل استجابة مع مثل هذه الأفكار لكن شريطة أن تكون هي جزء بين منظومة صناعة القرار على المستوى الفلسطيني وبشكل خاص أن تكون جزءا من قيادة منظمة التحرير سؤال الأخير لحضرتك سيد خليل ما بين أن الأمريكان هم الداعمون الرئيسيون لإسرائيل وما بين أن الأمريكان هم الراعون المنتظرون لفكرة حل الدولتين أين المخرج؟ لا أنا وافق للشق الأول للشق الآخر أنا لا أوافق أنا لا أعتقد أن هناك مشروع لدى الإدارة الأمريكية من أجل أن نتوصل إلى حل الدولتين وترجمات ذلك شاهدناها في التصويت الأخير في مجلس الأمن عندما استخدمت كبيرات المتحدة الفيتو ضد تمرير مشروع قرار لترقية مكانة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية وهذا الأمر ليس فقط باستجابة لطلب إسرائيل أو تنسيق مع إسرائيل لا هو يعكس الموقف الأمريكي ربما التاريخي من الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية كما نتحدث عنها نحن والعرب دولة فلسطينية على أراضي عام 67 وعاصمتها شرقي القدس هذه موجودة في المخيال الفلسطيني والمخيال العربي وجزء مقرارات الأمم المتحدة ولكن الولايات المتحدة لا تتحدث ولم تتحدث قط عن إمكانية تراجع إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران هي تتحدث عن القدس الموحدة تحت سيطرة إسرائيل وهذا موقف تبنته أيضا إدارة بايدن بعد إدارة ترامب هي لا تريد فتح القنصرية الأمريكية في القدس وهي لا تتحدث عن عودة اللاجئين إلى أراضيهم وهي أيضا وهذا الأمر الأكثر أهمية عندما تتحدث عن دولة فلسطينية تتحدث عن حل التفاوضي لإقامة لعل الدولتين يأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم والواقع القائم وخاصة بالضقفة الغربية هو ذلك الذي فرضته إسرائيل بقوة السلاح بقوة الاستيطان والضم بمعنى أنها تريد أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك مستوطنات وقيمة في الأراضي الفلسطينية إذن الولايات المتحدة في نظراتها للدولة الفلسطينية تقترب كثيرا من التيار المركزي الذي كان قائما في إسرائيل الذي يريد انفصال عن العالم الفلسطينيين ولكنه يريد أن يعطيهم دولة على شكل الجبنة السويسرية أشكرك سيد خليل شهين الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من رامالله شكرا جزيلا لحظتك شكرا جزيلا لحظتك